السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في النظام الاكسس كنترول سيستم النهاردة ان شاء الله زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات هنتكلم عن الامبوتس والاوبوتس والكنترول وكمان شبكة الكابلات اللي هي النتورك اللي بتربط ما بين كل الكمبوننت مع بعض هنبدأ نتكلم اول حاجة النهاردة عن الامبوتس ونشوف ايه هي انواع الامبوتس في نظام الاكسس كنترول سيستم اول حاجة عندنا واهم نوع من انواع الامبوتس وهي الريدر الريدر دوت هو الوسيلة اللي هتسمح لي ان انا افتح اي باب عليه اكسس طالما انا وسريز ان انا ادخل المكان دوت والكارد اللي معي يقدر يفتح الباب دوت في حاجة مهمة جدا بقى نظرا ان الظروف الصحية او الظروف العالم دلوقتي من انتشار فيروس كورونا وانتشار الامراض عالميا طبعا فكان من المهم جدا ان ما يكونش فيه اي فيزيكال كونتكت مع اي حاجة حولنا سواء في بيوتنا او في شغلنا او في الاماكن العامة او في اي مكان فكانت الريدر او الكارد ريدر ديت وسيلة امينة جدا ان انا استخدمها في اي مكان بحيث ان ديت تكون حاجة خاصة بي انا محدش تاني هيلمسها وفي نفس الوقت انا مش هلمس الباب اللي انا هفتحه او مش هلمس توتش سكرين مثلا او اي حاجة انا باستخدمها في حياتي العملية او في حياتي المنزلية طيب تعالوا نشوف انواع الريدرز ايه الريدرز طبعا انواع كتير هنقسمهم لمجموعة من الكاتيجوري اول كاتيجوري عندنا هي الكنتكت ريدر والكنتكت ريدر لازم الكارد يلمس الريدر عشان يقدر يشتغل زي ما نشوف بعد شوية الكاتيجوري التانية كونتكت لس مفيش اي تلامث بيحصل ما بين الريدر وبين الكارد ثالث حاجة البيومتريك وهنشوف اي انواع البصمات او اي انواع الريدر اللي قدر استخدمها حسب البصمة رابع حاجة الكيباد وطبعا واضح من اسمها ان هي عبارة عن باسورد بتدخله عن طريق الزراير معينة وبيفتح معاك الباب نمسك بقى كل نوع فيهم ونتكلم عنه بالتفاصيل شوية اول نوع اللي هو الكونتكت طيب او بيسموه الماجنيتك النوع دوت طبعا دوت اقدم نوع من انواع الريدر بيكون عبارة عن مجرى زي كده اول ما تعدي فيها الكارد بيقدر الريدر ان هو يقرأ البيانات الموجودة على الكارد دوت ولو انت اثوريزد الباب هيفتح معاك لو مش اثوريزد يبقى اكيد الباب مش هيفتح ومن الابليكيشن بتاعته المكان اللي انا من استخدمه عشان نشحن كارت الكهرباء او نشحن الكروت عموما الابليكيشن الثاني مكان الاتم حضرتك بتدخل الكارد في المكانة فالمكانة بتقرأ البيانات حضرتك فبتبدأ تشتغل معاك بتبدأ تطلب اللي حضرتك عايزه وبتطلع الفلوس او بتعمل ايداع وهكذا تاني نوع من انواع الريدرز الكونتكتل اس طيب اللي هو البروكسيمتي والنوع دوت زي ما قلنا او زي ما واضح من اسمه ان هو ما بيحصلش اي تلامس ما بين الكارد وما بين الريدر بيكون في مسافة معينة لو قربت الكارد من الريدر بيقدر الريدر ان هو يقرأ البيانات اللي متخزين على الكارد دوت لو حضرتك اثوريزد ان الباب يفتح معاك الباب هيفتح وتقدر تخش المكان دوت لو مش اثوريز بالتالي الباب مش هيفتح والكونتكتل اس طيب او البروكسيمتي بيستخدموا فيه كزا تكنيك في حاجة اسمها الشورت رينج واللو فريقونسي والهاي فريقونسي ودايمن في شغلنا هنسمع عن حاجة اسمها الارف اي دي او الان اف زي ودي بيكون تكنولوجي معينة بدي استخدمها حسب الابليكيشن الموجود عندي ونشوف بعد شوية ممكن نستخدم الكونتكتلس ريدر زي ما بيحصل في الفنادق مثلا بيكون الكارد عليه بيانات الغرفة بتاعت حضرتك فبتفتح الغرفة عن طريق انك بتقرب الكارد من الريدر بتاعه اللي موجود في الباب فيه ابل كيشن تاني مثلا في الاسمسيرات حضرك بيكون معاك الكارد اللي يقدر يفتح الاسمسير فتقدر تطلب الدور اللي حضرتك عايزه فالاسمسير يبدأ اشتغل معك الارف اي دي او الهاي فريقونسي والالتراهاي فريقونسي دي حاجة زي ابواب الجراشات وابواب البركنج عموما حضرك بيكون معاك الكارد وقاعد في العربية حضرك بتوجه الكارد ناحية الريدر بيكون على مسافة بيادة طبعا مش صغيرة لان حضرك قاعد في العربية فالريدر بيقدر يقرأ البيانات بتاعت الكارد بتاعت حضرتك فيفتح البرير في حضرك تقدر تخش ودوت من اهم الابليكيشن للكونتكتل اسطيب النوع اللي بعد كده البيومتريك والبيومتريك دي تكنولوجيا بنستخدمها لكي نستطيع التعرف على البيانات الكارد ويجب أن نكون عارفين ان كل شخص مننا او كل انسان بيكون له بصمة معينة مختلفة عن اي شخص تاني في الدنيا والبصمات دايت او البصمة بتاعت الشخص ممكن تكون فينجر برينت ممكن تكون آي برينت ممكن تكون الفيس بتاعت الشخص او اي نوع تاني من انواع البصمات لو حضرتك كده بصيت على ايدك هتلاقي فيه صوابعك فيه خطوط كده بالطول او بالعرض الخطوط دايت او رسمة الخطوط دي مختلفة تماما عن اي شخص تاني مفيه شخصين متشابهين في نفس الفينجر برينت بتاعهم وبالتالي اجهزة الشرطة بيقدروا يستخدموا الفينجر برينت او البصمات بتاعت الشخص للتعرف على الشخص داوت البيومتريك اول حاجة فيها الفينجر برينت ودهت اللي هي بصمة الصباع بيتم تسجيل بصمة الصباع بتاعت الشخص داوت على السيستم بتاع الاكسس كنترول ولو حضرتك اوثوريزت انك تخش المكان داوت الريدر هيقرى بصمة الصباع وبالتالي الباب هيفتح لو حضرتك مش اوثوريزت ابع اكيد الباب مش هيفتح وطبعا انه داوت او البيومتريك بنستخدمه في الامكان المهمة من اهم الابليكيشن بتاعت البيومتريك هجهزت البصمة بتاعت الحضور والانثراف وليات بقت مستخدمة في كل الشركات تقريبا كمان بنقدر نستخدم الفينجر برينت عشان نعمل باسورد او عشان نقدر نفتح الموبايل بتاعنا لان بصمة الصباع بتاعت كل واحد مختلفة تماما عن اي شخص تاني في النوع داوت بناخد لقطة او بناخد شكل العين بتاع الشخص اللي هيفتح المكان داوت وبتسجل على السيستم وبالتالي لو الشخص داوت راح عشان يدخل المكان داوت هيوقف قدام الجهاز او قدام الريدر اللي بيشتغل بالاي برينت لو عين الشخص داوت هي نفس الاي برينت اللي مسجلة على السيستم الباب هيفتح معاك لو مش او ثورايز بالتالي الباب مش هيفتح وده طبعا شكله راجل مهم جدا وداخل مكان مهم فعشان كده حطينا الاي برينت كل ما بنعلى فاهمية المكان بنعلى بالسيستم لان طبعا كل نوع من دول اغلى من النوع من النوع اللي قبله فعلى حسب اهمية المكان النوع اللي بعد كتب من انواع البيومتريك هو الفيس ريكوجنشن وفي النوع داوت بيتاخد لقطة لشكل الوش بالكامل او الفيس بتاع الشخص اللي مسموح لنا بيدخل مكان داوت ولو المواصفات او لو شكل بتاع الفيس داوت هو مطابق للمسجلة على السيستم المكان هيفتح او الباب هيفتح لو مش مطابق يعني مش او ثورايز بالتالي الباب مش هيفتح وده طبعا بيستخدم في الاماكن المهم جدا جدا اكثر اهمية من المستخدم فقبل كده ونقدر نستخدم النوع داوت من الاجهزة عشان نعرف لو حد كان مطلوب جنائيا وده بيستخدم في المطارات او في اماكن الشرطة عموما نخش على النوع اللي بعد كده واخر نوع من انواع الريدرز وهي الكيباد دي عبارة عن لوحة عليها زراير او عليها ارقام زي ما بنعمل باسورد للموبايل كده دي نفس الكلام بالزبط بندخل باسورد او بندخل كود معين ده بيكون الكود الخاص بالباب ده لو الشخص دوت عارف الكود هيفتح الباب لو مش عارف الكود بالتالي مش هيفتح الباب دوت والنوع دوت بنستخدمه في الاماكن الاقل اهمية او اللو سيكورتي وفي نفس الوقت اللي بيستخدمها عدد قليل من الناس كده احنا اتكلمنا عن انواع الريدرز نخش بعد كده او نكمل انواع الامبوتز عندنا حاجة اسمها الانفرا ريد توتشلس سنسور او الواف تو انتر وده عبارة عن جهاز بالشكل دوت بيكون راكب جنب الباب لو حضرتك مررت ايدك عليه الباب هيفتح زي الشكل ده كده اول ما تمرر ايدك على الجهاز تعمل له باي باي بالتالي الباب هيفتح مع حضرتك بيكون فيه طبعا مسافة لازم ان احنا نقرب ايدينا من الجهاز دوت عشان يقدر يحس ان فيه حاجة عدد من قدامه وبالتالي يقدر يفتح الباب وده طبعا مش امن يعني ما بنستخدمهش في الاماكن المهمة اول ما بتدوس على الزرار او اول ما بتعدي ايدك من عليه بيتحول للون الاخدر في العادي هو لونه احمر وممكن تكون الاداية صغيرة بالشكل دوت النوع اللي بعد كده من انواع الامبوتز البرك جلس او البرك تو اجزت زي الشكل ده جده واكيد مننا كتير شفنا الشكل دوت في حالة الهروب او في حالة الخروج من المكان بنقدر ان احنا ندوس عليها او نكسر الازاز اللي موجود عشان نقدر نفتح الباب ونخرج من المكان دوت زي برضو اللي موجودة في متر الانفاء ومكتوب ان هي بتتصلدم في حالات التوارق ان هو اللي بعد كده الاجزت بوش بوتون او ريكوست تو اجزت وده عبارة عن بوتون بتدوس عليه فبيبعد اشارة للكنترولر فيقدر ان هو يفتح الباب بعد كده نخش على الدور كونتاكت وزي ما قلنا قبل كده ان الدور كونتاكت هو الحاجة اللي بتعرف الكنترولر ازا كان الباب مفتوح ولا مقفول مش اكتر ولا اقل من كده وفي منه نوعين اول نوعه بيكون ecosystem بتكون جزئين زي كده بس بيكونوا ظهرين او بارزين النوع الثانى بيكونوا جزئين زي كده بس ومتندل في الباب يعني مش بانين او قددس игры جواب الباب ده شكله ده شكل النوع كل اجزت كده جزئين زي كده وظهرين نخش بعد كده على الاوبوتس بتاعة done system ونشوف انواعها وكل نوع عبارة عن ايه. اول نوع من انواع هو هو او اللقفال. واللقفال في منها هكذا نوع. اول نوع نوع او القفل الكهرباء. وده شكله. استخدام او عموما في حالة ان يجيلك اشارة من الانبوتس. الكنترولر هيقراها. لو حضر لك سيبعد سيجنل على الانبوت او على الانبوت. وبالتالي هيقدر يفتح الباب. ده شكل القفل الكهرباء. وده شكله هو جوه الباب. النوع الثاني. القفل المغناطيسي. وده بيكون شكله عبارة عن قطعتين بالشكل دوت. قطعة رجبة في الجزء الثابت من الباب. والقطعة الثانية رجبة في الجزء المتحرك من الباب. برضو نفس الكلام. لو جي اشارة من الانبوت. الكنترولر هيقراها. لو حضر لك سيبعد سيجنل على القفل دوت. هيحرر القوة المغناطيسية لما بين الجزئين دول. فبالتالي الباب هيفتح مع حضر لك. بعد كده عندنا حاجة اسمها تيرن ستايل المشين. دي زي اللي بنشوفها في المترو. لو حضرتك حطيت الكارد بتاعك على المكينة. والكارد ده كان انه يفتح المكينة ديت. المكينة هتفتح معاك وهتقدر تعدي. لو مش بالتالي المكينة مش هتفتح. ان هو اللي بعد كده من انواع الاوبوت. الرود بلوكر. ويفي منه كذا شكل. اما يكون بالشكل دوت او بالشكل الاستواني ده. نفس الكلام. لو حضرتك وحطيت الكارد بتاعك على هيفتح معاك. والجزء دوت هينزل كده جوه الارض. وحضرتك هتقدر تعدي بالعربية. لو مش بالتالي هيفضل طالع عن الارض كده ومش هتعرف تعدي. النوع اللي بعد كده او الكار باريير. وهنا برضو نفس الكلام ونفس الفكرة. لو حضرتك الكارد بتاعك او الارف اي دي هيتقري عن طريق الريدر اللي موجود في المكان دوت او في السيستم ده. فبالتالي الباريير هيترفع كده لفوق وحضرتك هتقدر تعدي بالعربية. لو مش اوثوريز الباريير هيفضل قافل السكة او قافل الطريق ومش هتعرف تعدي. بعد كده عندنا حاجة اسمها الشطر دور. اللي هو الباب بالمنظر ده. ده برضو نوع من انواع الاوبوتس. فيه حاجة تانية اسمها السلايدينج دور. اللي هو الباب اللي بي بيفتح افكي. فالتاني باب بيفتح رأسي. دوت باب بيفتح افكي. دي كده كل انواع الاوبوتس. نخشت بعد كده على الكنترول. الكنترول اللي هو متمثل في الاكسس كنترولر او الدور كنترولر او الاكسس كنترول بانيل اي اسم مش هتفرق. المهم ان المعنى واحد. وان الوظيفة واحدة. الاكسس كنترولر بيعمل حاجات كثير جدا. هنشوفها مع بعض دلوقتي. اول حاجة اللي زلني بعارفين ان هو العقل والمخ بتاع السيستم ده كله. واللي من غيره السيستم مش هشتغل. ولو فيه اي عطل فيه. بالتالي كده السيستم كله وقع خلاص. تمام. نشوف ها الوظيفة اللي هو بيعملها. الاكسس كنترولر هو اللي بي بيبروفايد الباور لكل الكمبوننت اللي ركب عليه. اللي هي الامبوتس والاوبوتس. بيعمل كمان مونيتور للدور كونتاكت. يعني هو بيشوف الدور كونتاكت. اللي بتاعته ايه? هل الباب مفتوح ولا الباب مقفول? بيعمل ايه كمان? هو اللي بياخد القرار? هل الباب يفتح ولا ما يفتحش? على حسب الاشارة اللي جايله من الامبوت. سيقدر ياخد القرار. هل الشخص دوت افتح? ولا ما يفتحش? طيب لو الشخص دوت كان اللي هو يفتح. هيروح باعة سيجنال على فبالتالي الباب هيفتح. فيه حاجة كمان مهمة جدا جدا. يقدر يعملها. يعني ايه? يعني على خسب المكان او على خسب المشروع. فيه ابواب انا مش هكون انا عايز ان هي تفتح في غير موعيد العمل. وبالتالي انا هعمل هيتبرمج على الاكسس كنترولر. بحيث ان لو اي حد جاي يفتح الباب الفلاني بعد ما موعيد العمل. الباب ما يفتحش معي. حتى لو هو كان اثوريز ان هو يخش المكان دوت في الاوقات العادية. لكن انا مش عايز اي حد يخش المكان دوت بعد موعيد العمل. ولكن مسلا باب بتعخزنا في بنك. انا مش عايز اي حد يخش الخزنة في غير موعيد العمل. فبالتالي هابرمج الباب بتاع الخزنة دوت او الباب بتاع الغرفة المهمة جدا. اللي انا مش عايز حد يخشها بعد موعيد العمل. ان هي ما تفتحش معي. النقطة البعد كده بيقدر يعمل لطلبات الخروج من المكان. يعني دلوقتي عندي هل اي حد هيدوس عليه الباب هيفتح معي? ولا في اوات معينة مش عايز حد ان هو يخرج من المكان برضو. فعلى حسب المكان وعلى حسب المشروع بقدر ان نعمل الكلام ده كله. النقطة اللي بعد كده ان هو بيستقبل الاشارة اللي جايده من الكارد اللي بيقراها الريدر وهو اللي بيحدد وهو اللي بيقرأ المعلومات اللي عليها ويحدد اذا كان الشخص دوت او لا مش اوثرايز. طب هل هو اوثرايز في الوقت ده? ولا مش اوثرايز في الوقت ده? على حسب الوقت كمان. النقطة الاخيرة ان هو بيقول لك هافزة ابيلتي توورك ستندلون. هافزة كومينيكيشن اسقط داون. يعني لو الكهرباء فصلت. هو بيكون فيه انترنال باتري. تقدر ان هي تشغل السيسم دوت لمدة معينة. طيب احنا عرفنا الوظائف اللي بيعملها الاكسس كنترولر. طيب الاكسس كنترول دوت مكون من ايه? تعال نشوف مكون من ايه? بيكون فيه بروسسور. فيه ميموري. فيه كومينيكيشن بورت. فيه دور. او بوت موديول. فيه الريدر بورت. فيه بروجرامبول او بوت. وفيه باور موديول. والحاجات دي طبعا تفكرنا بالكمبولنت بتاعت الفاير الارما كنترول بانيل. كانت حاجة شبه كده بالضبط. المكونات دي او الكمبولنت دي هي اللي بتقدر تستقبل الاشارة من الامبوت ديفايسيس. وتقدر تحلل الاشارة ديت. وكمان تقدر تاخد القرار. هل الشخص دوت اثورايزد. فتبعد سيجنل على الاوبوت. ولا مش اثورايزد. بالتالي ما تبعدش سيجنل على الاوبوت. والشخص دوت مقدرش يخش المكان ده. تعالوا نشوفها شكل اكسس كنترولر على الحقيقة. بيكون عبارة عن بالشكل دوت. بنحط قوة الكمبولنت بتاعت الاكسس كنترولر. دي الكروتة هي ودي الباور سابلاي. والاوبوت موديول والاوبوت موديول. زي ما احنا شايفين كده. وبيكون فيه طبعا عدد الكروت. او عدد امبوت واوبوت موديول على حسب عدد الاوباب اللي الكنترولر دوت بيتحكم فيها. بعد ما اتكلمنا على الاوبوت والاوبوت اكيد فيه شبكة كابلات بتربط الكلام ده كله ببعض. وهي النتورك. النتورك دي اللي هي شبكة الكابلات. عندنا كذا نوع من انواع الكابلات. اول نوع الويجند. وفي الار اس ماتين اتنين وثلاثين. والار اس ربعمائة خمسة وتمانين. وكابل اللان. كل نوع منهم. لي استخدام معين. ولي مسافة معينة اقدر استخدمه فيها. الويجند اقدر استخدمه مع الريدرز. بس لحد مسافة خمسمائة فيت او مية وخمسين متر بس. لكن الار اس ماتين اتنين وثلاثين اقدر استخدمه مع الريدرز. لحد مسافة خمستاشر متر بس. هنا طبعا المسافة اقل. نيجي بقى النوع الار اس ربعمائة خمسة وتمانين. دوت اقدر ان استخدمه مع الريدرز. والكومينيكيشن كمان. وده بيكون لحد مسافة واحد ونص كيلو متر. طبعا هنا مسافة اكبر بكتير من اللي فاته. نيجي بقى للنوع الاخير. اللي هو كابل اللان. اللي هو زي كابل الانترنت اللي شوفناه سنشرح. اللي استراخشار كابل انج سيستم. دوت باستخدمه للريدرز. والكومينيكيشن. بس زي ما احنا عارفين ان فيه ان اقدر استخدمه لحد مية متر بس. وده بيكون فحالة الاي بي اكسس كنترول سيستم. وهو النظام المنتشر دلوقتي. واكتر نظام او اكتر نوع كابل باستخدمه. اللي هو كابل اللان. بس ده فيه ملحوظة مهمة جدا. ان كل كومبوننت في السيستم دوت بتتوصل بكابل خاص بها. مينفعش اوصل اتنين كومبوننت على نفس الكابل. كل كومبوننت لها كابل لوحدها لحد الدور كنترولر او الاكسس كنترولر. دي ملحوظة مهمة جدا جدا. كده احنا بفضل اللي هتكلمنا على كل الكمبوننت بتاعت الاكسس كنترول سيستم. سواء الانبوت والاوبوت والكنترول وكمان الكابلات اللي بتربط النظام كله ببعضه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدأ نتكلم على الكنيكشن والديستريبيوشن للنظام الاكسس كنترول سيستم. شكرا. موسيقى